سؤال حول القائمة التي يكتبها الزوجان في بدايات الزواج السيال يقول من استهداث المجتمع القائمة كمشاركة للطرفين بسبب قصر ذات اليد للزوج أصبح الآن يكتب فيها ما ليس موجودا أصلا وما قام هو بشرائه واجرامات ذهب مهولة لإضلاع الزوج لإعناته وإرهاقه طب ده سؤال وبعدين سؤال تالي بن جول في مشروع اسمه تيسير زواج اليتيمات هل مساعدة البنات للزواج بهذه الطريقة مع ما تحتمله من كل هذه المشاكل أم يوجه جهودهم لمساعدة الشاب بنفسه وليس الفتاة للمساعدة في تقليص هذه المصائب التي نراها في المحاكل كل واحد عنده نظارة يرى الأمور من خلالها دعونا نقرر الأصل أن يقدم الزوج إلى زوجته صداقها ويكون هذا الصداق ملكا خالصا لها ويجهز هو بيت الزوجية بما يطيقه بغير آنات يجهز هو بيت الزوجية بما يطيقه بغير آنات إذا قلنا أن أهل الزوجة لا يكلفون شيئا في تركيز البيت فلا ينبغي أن يعنت الزوجة ولا أن يرهقوا بتحميله ما لا يطيق والتكليف مناطه القدرة ولا تكليف مع العجز المهر يشرع فيه التيسير والتخفيف لا حد لأقله عند الجمهور التمس ولو خاتما من حديد ولا لأكثره بالإجماع وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مهتانا وإثما مبينا وإن كان نؤكد أنه يندم فيه إلى التخفيف فإن يمنى المرأة يسر نكاحها وإن شؤم المرأة عسر نكاحها أما منقلات بيت الزوجية ومصطلح على تسميته بالقائمة فإن مرد الأمر في ذلك ألا ما يتفق عليه الزوجان فقد يصطلحان على أن القائمة جزء من المهر فتكون مستحقة للزوجة قد يتفقان على استخلال كل من الزوج والزوجة بما أسهم به في تأثيف بيت الزوجية فما شاركت به الزوجة يكون ملكا لها وما شاركت به الزوج يكون ملكا له فنقول لهما ائتمروا بينكم بمحروف ومقطعوا الحقوق عند الشروط وأوفوا بالعقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ويعانوا مرين العفاف على ذحصين نفسه وتحقيق عفافه سواء الذكر أو الأنفة الرجل أو المرأة يعانوا كل طرف إن استطعنا فقد تغيرت الأحوال وأصبحت الفتاة لا تتزوج إلا إذا أسهمت في التزوج بدرية أو بأخرى وقد يعجزها ذلك فتعان عليه إذا تعين هذا طريقا لإعفافها وتيسير زواجها فقد قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وقر أهل العلم إذا كان في أموال الزكاة سعى يعان منها الناكح الذي يريد العفاف ترجمة نانسي قنقر